تحياتي في قصة جديدة من قصة صورة اليوم قصتنا بتجسد فيها الظلم شوي وبتجسد فيها تحوير الأخبار لغايات معينة فالجميع بيعرف ان رابا بيناتز لما ايجي على ريال مدريد بعد كارلو أنشلوتي ما كان مرحب فيه فعليا من اللاعبين ولا من الإعلام هذا السلوك دفع كثيرين لمحاربته بأشكال غير مهنية منها تزوير الأخبار بحقه ومنها الصورة الشهيرة هو بياكل سندويشة اللي ما ترددت مواقع كبيرة بعدة لغات تنشرها بعد السقوط الشهير بربعية نظيفة أمام برشلونا ويقولوا أنه هاي الصورة خلال هاي المواجهة وهذا الكلام غير صحيح فالصورة الحقيقية كانت مباراة أخرى تماما كان ريال مدريد فايز 6-0 خالج منعب وعلى إسبانيول في الجولة 3 يومها سجل رونالدو خماسية شهيرة لكن التضليل كان في الجولة 12 يعني بعد 9 جولات من اللقطة وهذا اللي ساعد أنه الناس تنسى الصورة القديمة وتصدق لجديدة وحاولوا من خلالها يظهروك أنه غير مهتم أو ما بيعرف شو بيعمل وأهم شي عنده يأكل بعد فترة انتشر سبب تناول الأكل لأنه فعلا موجود مدرب عم بياكل شيء غريب فمش بتعاودين نشوف هذا يعني دائما فتبين حسب تصريحات نسبت لوكيل أعماله وزوجته وناس من عينته أنه المدرب مصاب بالسكري وأنه في حالات معينة مضطر يأكل فيها بالليل وهذه حسب نصائح طبية حتى ما يصيبه انخفاض مفاجئ بالسكر يؤدي ربما لفقدان الوعي هذا التفسير اللي انتشر وقتها التفسير العلمي لأكله بالليل نتيجة مرضه على كل حال بيناتز يعني تم عدم الترحيب فيه طبعا وتم التصرف معه بشكل غير عادل صحيح لكن هذا ما بيعني أبدا أنه زيدان ما أنسانا جميع المدربين اللي قبله فزيدان اللي جاء بديل عن بيناتز أنقذ كل من ساهم برحيل رابا بيناتز لأنه زيدان جابته لعثية الأبطال جابت دوريين حتى الآن وزي ما بنعرف يعني هذا كله بيخليك تحكي لو شو ما صار مع بيناتز حتى لو ظلم فكان ظلم اللي صارح ريال مدريد رغم أني أنا برجع أكد شخصيا أني أشعر أنه رابا ظلم لكن أكيد أعتقد أنه ما كان حيحقق اللي حققوا زيدان بإدارة رهيبة ورائعة للفريق هذه هي صورة السندويش اللي بياكلها بيناتز كانت مباراة أخرى غير الكلاسيكو كان الفريق فائز وكان سببها الحقيقي طبي كما قيل نوصلنا إلى نهاية هذا الفيديو بذكركم تشتركوا بقناة سيلفيسبورت في اليوتيوب ودائما بحب أسمع تعليقاتكم على القصة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا